مرحبا يا أصدقاء، كيف حالك؟ أتمنى أنك تعمل جيداً وأشعركم كثيراً إذن يوم يا أصدقاء رح يدخلوا معا إلى وحدة جديدة حيوانات الألفة هيا لنبدأ 1. listen and show استمع وأشر هنا يا أصدقاء كالعادة مادم قلنا listen معناتها بلا رح يكون حوار نشاهد في الصورة الأب صاحب المتجر وليليا هنا يا أصدقاءهم في متجر الحيوانات إذن هيا لنتعرف على الحوار لنرى مرحبا سيدي صاحب المتجر the owner of the store he says hello hello mister and hello my little girl can I help you مرحبا مرحبا سيدي ومرحبا يا طفلتي الصغيرة هل يمكنني مساعدتكم mr. سيدو we are looking for a pet we are looking for a pet mr. سيدو يقول نحن نبحث عن حيوان أليف نحن نبحث عن حيوان أليف صاحب المتجر the owner of the store he's saying there is many animals and pets as well there is many animals and pets هناك العديد من الحيوانات الأليفة for example dogs كلاب cats قطط أرانب rabbits canaries canary يا أصدقاء هو الكناري okay and then we have chick chick الصيس يعني الصيصان okay chicks then little lilya lilya says فهي تقول dad what's this dad what's this أبي ما هذا وهي تشير إلى هذه السمكة okay then mr. سيدو says يقول mr. سيدو this is a goldfish this is a goldfish هيا أصدقاء يعني سمكة ذهبية okay goldfish this is a goldfish هذه سمكة ذهبية okay my friends and right here نكون قط أنهينا من الحيوار so let's go ahead and see number two هنا يا أصدقاء قالنا listen and repeat listen and repeat استمع وكرر okay إذن هنا يا أصدقاء راح نعود أسمي لكم كل الحيوانات الأليفة okay باللغة الإنجليزية وباللغة العربية يا أصدقاء بتنسوش أنكم تكرروا مورايا باش تحرغوا هذه الأسماء okay dog dog kelp dog cat cat قطة goldfish goldfish سمكة ذهبية rabbit rabbit ارنب canary 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 chick chick الصوس وهو يا أصدقاء صغير دجاجة okay my friends right here my friends نكون قط أنهينا الوحدة الجديدة my pets الصفحة الأولى so I really hope that you enjoyed goodbye and have an amazing day mhm mhm mhm